سريان الهدنة واليوم الثاني لهذه الهدنة في قطاع غزة الحقيقة كان في بعض الإجراءات والعراقيل الفنية اللي عطلت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص تسليم المحتجزين اللي اتأخرت عملية التسليم لعدة ساعات مصر مباشرة تدخلت واجرت اتصالات مكثفة مع كل الأطراف وحلت كل الأمور العالقة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفق التبادل للأسرة والمحتجزين المرحلة الثانية مبارح تضمنت الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من داخل السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق صراح 13 محتجز إسرائيلي و7 من رعاية الدول الأخرى مبارح حركتها حماس أصدرت بيان قالت أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة اللي تحركت طول اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال في كافة الشروط اللي نص عليها الاتفاق وأعربت حماس في بيانها عن تقدرها للجهود المصرية لضمان استمرار الهدنة المؤقتة مع الجانب الإسرائيلي منا مع بنود الاتفاق الهدنة إلى جانب تبادل المحتجزين بالأسرة الفلسطينيين فيه بند مهم جدا هو بند المساعدات الإنسانية يعني كان بينص هذا الاتفاق على إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح والحقيقة مصر بتواصل إرسال هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع وتحديدا منطقة شمال قطاع غزة وعلى رأس هذه المساعدات المساعدات الطبية وشاحنات الوقود والسولار وخيم الإواء للأهالي اللي تم تدمير منازلهم داخل القطاع ده في الوقت اللي أعلن فيه الدكتور دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلمات إن فيه اتصالات مصرية مكتفة بتجرى حاليا مع كل الأطراف وده لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين وده طبعا حيعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرة الفلسطينيين اللي موجودين في السجون الإسرائيلية الكمال للدولة المصرية تلقت لغاية دلوقتي مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فترة الهدنة وإن شاء الله تستمر الهدنة ويكون فيه وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن مرة تانية نحن نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر